السلام عليكم اليوم واحد الواقعة اللي هزت قلوبنا غريبة واحد الواقعة لخلات واحد الحي كامل لشوف هالسيدة شنو دارت هالسيدة سيادي مزوجة وهي كانت خدامة في الطرز شركة دي الخياطة خدامة العراسة ورجلها اللي مزوجة بهته هو يخدام كانوا عايشين عاديما خاصة واحد النهار هالسيدة اللي مزوجة تبعها واحد سيد تبعها وحاول انه يحضر معها اليوم غدا بقديمة كتابعة يتعرض لها في طريق انك تدخل الصباح للخدمة عايش ماجهة من الخدمة يحاول يحضر معها ابقى على هالحال احتدر معها علاق السيدة ولا مرصاة بطبيعة بالليل وبالنهار يبقى يعاية لها السيدة مزوجة وما حاسبهش هذا راح راجل في دارها دخلت معها في واحد علاقة قالها شوفي راك عجبتيني وشوفي كيفاش تهني من راجلك وبقى كي وسوس لها على علم انها ما عندحتاش مشكل مع راجلها المهم بقى كي عمر لها في راسها ويعطيها الحانة الزائدة ويحسسها انها كل شيء في حياته هنا يمشيت هي عن راجلها وبدت تنوض معها المشاكل باش تطلق منه هالسيدة في هاد الوقت اللي هي كانت تطلب تطلاق مع راجلها وكت تخلق المشاكل معه هو دخل في واحد لمشادة مع واحد السيدة اخر وتقدموا العدالة ومشى الحبس وتحكم بواحد مدة سجنية في هاد الفترة الراجل ثاني مشى الحبس وراجلها طلقها في نفس الوقت من بعد ما طلبت تطلاق منورة تطلاق هي دارت علاقة مع راجل اخر يعني راجل ثالث فهو من اللي يدوز ذاك العقوبة السجنية وخرج اول حاجة قلب على المرأة اللي متافق معها على الزواج من اللي بدك يصوني لها كتليفون السيدة بدتك تقطع عليه ولا ما كتجاوبوش فاضطر هاد السيدة انه يمشي يسقسي فينك ساكنة وبالفعل عرفها فين ساكنة او بدك يتعرض لها او تاني وقالت له انها دارت او حد علاقة مع واحد السيدة اخر وانها مبقاش صالحة ليه ومبقاش صالحين لبعدياته الشي اللي خلاه يتعصب وخلاه ينفعل عليها وبدك يضرف فيها وهي علمات بيه الكوميتارية وتحكم بثلتشهر ديال الحبس موقوف التنفيذ احنا بده غير صابر هديك ثلتشهر ولكن بقى حاضيع فين غادا فين ماجا وهي كتشي مع هدك السيدة وكتجي معه كيراقب من بعيد في كتنشي وفين كتجي وتخرج مع هدك السيد ولكن في اخر ثلتشهر واحد انها مبقاش تخرج مع هدك السيدة يعني تخاصمات معه وتفارقات معه هنا هدك السيدة هده غتان من الفرصة وارجع لها او بالفعل ارجعت له وعوتان يدارو علاقة وهد المرة مطولوش ولو المشاكيل بيناتهم خصوصا من اللي ما بغتش تزوج به يعني رفضات عرض زواج اللي قال لا قال ارياج ان نتزوجه وقاتله لا لانها ولفت تبدل الوجوه مرة مع هده مرة مع هده إلا بقات مع واحد فهي كتمل السيدة ما تقبلش هده الحضرة هده وبده تابعه من بلاسة لبلاسة كتنش تسافر هده المدينة كيتبعها كتسافر هده المدينة كيتبعها ولا ديمة حاضية السيدة والسيدة بحلات بحلات الطبيعة ما خليهاش ما خليهاش تتمنى بالراحة دياله غير باش تعرفوا ان هده الانسان مدلول هده ماشي حب وانما دل السيدة عارفة السيدة عارفة كتمشي مع هده وهده وعليش تابعه وش هده حب هده ليس حب راه هده ما عنده كرامة ما عنده شخصية قوية واحد النهار جاتوش اخبار بانها مشات الوحل المدينة هو يتبعه وبقى يجسس عليها ويرقابها من بعيد هو كيشوفه كتدخل مع واحد السيد وكيخرجه واحد الموبلة كالي لاشي أبارطم وتمى شايفهم دخلوا واحد نهار ولكن هو خرج خرج هذه السيدة معها غير بوحدة وهي مخرجاتش بقى تغير سمة وهي كتبقى في الدار ما كتخرش معها وبقى حاطع لها وقفل كان كي عايط ليها في تليفون وما كتجوبوش ولكي يجوب هده كخونا وكيسبوه في تليفون الموهيم مش اجاب واحد جنو الياغ كبيرة شوية ووحدهد خوناح تخرج وبقى تيبوحدة ومش فضق في الباب عرفاتهم من صوتهم حيش بقى كيغوتها حلي ما بغاش تحللوا الباب هو يتسل ويدخل من واحد تشرجم كان محلول تفاجئات تلقاته حداها اهو يضربها بجنوية عدة ضربات حتى طاحت وكمل عليها حتى قطعها الراس دياله وبقى شادوه خرج به وبقى كيضر بيه حتى شدوه البوليس متلبس بالجريمة جاب الله انه مضارش بزاف ضغي البوليس جاو شدوه لقى عليه القبض ماذا نستفدوه من هاد القصة هذي نستفدوه من هاد القصة هذي بان السيدة اللي كانت مباغاكش صحي فيقلب عليها لانه كان بقى اتحادها بزاف فهذا رمش إعجاب ومش حب وينما هذا ضعف الشخصية وغباء ودل وإلى اللقاء في حلقة قادمة موسيقى موسيقى